وخلال كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج وأيضا التصدير لقد أولت الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل واليوم نواجه مع سائر دول العالم مجموعة من التحديات الهيكلية يتمثل أولها في استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 بينما يرتبط الثاني بالاختناقات والإضطرابات في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية ويتمثل التحدي الثالث في ارتفاع معدلات التضخم العالمي بوتيرة لم نعتدها منذ عقود من الزمان في ظل ماليات عامة منهكة من تمويل حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة كوفيد-19 بينما يتمثل التحدي الرابع والأكبر الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي ورغم تلك التحديات فإن جهود الدولة المصرية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية تحظى بتقدير المؤسسات والوكالات الدولية ويتوقع العديد منها أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية